موسيقى 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 فقرات حلقة اليوم نادي سيدات نادي سيدات الشارقة احدى مؤسسات المجلس اللالة للشؤون الاسراء التي تسعى لتوفير مرافق وانشطة ترفيهية وثقافية للسيدات والاطفال كما تنظم باستمرار مجموعة من الفعاليات والانشطة التي تدعم شؤون المجتمع والفنون والصحة اضافة الى الفعاليات الخيرية والمحاضرات والمعارض بشتى مجالاتها يطرح مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة جائزة هويتي التي تسعى لتعزيز انجازاته في تنمية الثقافة الابداعية ودعم تمكين المرأة بامارة الشارقة نتعرف على تفاصيل الجائزة وكيفية المشاركة فيها مع ضيفتنا الأستاذة شيخة سويدي مدير مركز كولاج المواهب التابع لنادي سيدات الشارقة حياة شاء الله أستاذ شيخة بداية لو تحدثين عن فكرة انطلاق جائزة هويتي للرسم والتصوير الفوتوغرافي وأهميتها طبعاً نحن في مركز كولاج المواهب اللي هو التابع لنادي سيدات الشارقة نسعى إلى دعم المهارات الفنية والإبداعية واكتشاف الذات وعلى هذا الأساس أطلقنا جائزة هويتي لدعم هذه المواهب والاحتفاء بها وطبعاً نحن بنوفر كل الدعم اللازم لجميع المشاركات والفنانات علشان نقدر نطلع مواهبهم وطاقتهم بدون أي ضغوطات حلو والأهداف اللي تسعون لتحقيقها من جائزة هويتي يعني شو هي الأهداف بطبع الهدف الرئيسي من جائزة هويتي هو مثل ما تقول تشجيع الفنانات والمبدعات باستكشاف الأسئلة التي تدور حول مفهوم الهوية والدور اللي يلعبه العالم والمجتمع بيسقل شخصيتهم وذاتهم وكيف ممكن هاي الفنانة تعكس ذاتها بعمل فني بعمل فني يشرح معنى الهوية من منظور عيونها جميل وهل هناك شروط أو معايير يعني يجب تتوافر في المشاركين في الجائزة؟ طبعا الجائزة بتكون فقط للسيدات من عمر 18 سنة إلى 40 سنة وطبعا الجائزة المقدمة اللي هي العمل الفني المقدم لازم ما يكون مشارك أو فائز بأي جائزة لازم يكون ما يكون عند أي مشاركات قبل هاي المشاركة؟ شايديد حالو وشو الجوائز اللي خصصتها جائزة هويتي للمشاركين؟ هم جائزتين رئيسيتين الجائزة الأولى اللي هي جائزة نون للفن هاي الجائزة بتكون للسيدات المتمرسات مثل ما تقول من عمر 25 إلى 40 سنة بيكون للرسم والتصوير وكل جائزة قيمتها 10 ألاب درهم حالو والجائزة الثانية اللي هي جائزة نجمة نون الصاعدة ونحن خصصنا هذه الجائزة لدعم المواهب الجديدة وبتكون للفتيات من عمر 18 سنة إلى 24 سنة وقيمة كل جائزة 5 ألاب درهم كيف يمكن المشاركة أو التسجيل في هذه الجائزة؟ التسجيل بيكون عن طريق الرابط هذا الرابط بيكون موجود في الموقع الرسمي لنادي سيدات الشارقة www.slc.ae حالو وشو الأعمار المشاركة بالضبط لو تذكريننا؟ ذكرتها قبل بتكون من عمر 18 سنة إلى عمر 40 سنة للمواطنات والمقيمات بالدولة حالو وشو الدور اللي تقدمه يعني الجائزة للمشاركين؟ الدور الرئيسي هو مثل ما تقول تمكين المرأة في مدينة الشارقة والإمارات الأخرى من خلال تعزيز إنجازاتها الفنية والإبداعية حالو وماذا تقدمون للسيدة بشكل عام يعني؟ نحن في مركز كولاج هو مركز مثل ما تقول أنه الأول من النوعة في الشارقة ويمكن في الإمارات كلها يقدم خدمة للمرأة وطفلها في آن واحد فتقدر المرأتي عندنا في المركز تنمي مواهبها وفي نفس الوقت الطفل يقضي وقت ممتع وينمي مهاراته وعدنا يعني خدمات متنوعة من الرسم والفن ما هي الخدمات يعني؟ عندك الرسم والفن والبالي عندنا مكتبة فيها مجموعة كثيرة من الكتب تخدم المرأة والطفل وعدنا الموسيقى عندنا اللي هو النحت والطبخ عندنا كل شيء هذا للأطفال والسيدة؟ للأثنين للأثنين جميل وكيف كانت النتائج لنا حيني؟ كيف نشوفونها؟ نحن بدنا نستقبل الطلبات بس من تقريبا أسبوع والحمد لله بدنا نستقبل استقبلنا تقريبا لحد الآن يمكننا ثلاثة أعمال وإن شاء الله يعني نتريل باقي إن شاء الله وفي هناك شروط أو معايير يعني؟ ما في شروط معينة إلا اللي أنا قلت لك إياهم إلا هم أن ما يكون العمل الفني مشارك قبل بأي جائزة وما يقل عمر الفتاة من 18 سنة وما يزيد عن 40 سنة وباقي التفاصيل متواجدة في الموقع الرسمي لنادي سيدات الشارقة هل هذه الجائزة أول مرة تستوي في هذا المركز؟ أول مرة أول مرة وإن شاء الله وإن شاء الله بتستمرون مستمرين إن شاء الله بتكون جائزة سنوية إن شاء الله وكيف إذا بغوا يشاركون الأطفال أو السيدات كيف المشاركة تكون على الموقع؟ يكون عن طريق الموقع يكون عن طريق الموقع من بعد جائزة هويتي يعني هل هناك أي فعاليات؟ طبعاً عندنا فعاليات كثيرة بيكون عندنا فعالية بعد العيد احتفال بالعيد فيها كثير من الأنشطة للمرأة والطفل عندنا اللي هي بيكون عندنا الحفل السنوي للبالي والموسيقى بعد بيكون في نهاية السنة إن شاء الله حلو جميل بيكعدكم يعني نشوف معكم على الشاشة أعتقد أنه وسائل التواصل اللي تقدرون تتواصلون معاهم والتسجيل اللي هو على الموقع الإلكتروني www.slc.ae للتسجيل وتعرف أكثر على تفاصيل جائزة هويتي مشاهدينا شو الجديد اللي بتقدمونا أيضاً يعني في السنوات القادمة يعني شو اللي ناوين توصلوا لأنتو من هذه الجائزة طبعاً نحن نبوى يعني نحن بدينا بداية بسيطة ممكن تقول مثلاً بس في الإمارات بس إن شاء الله يعني في السنوات القادمة ممكن تكون عالمية أو على الأقل في الوطن العربي وبس أستاذ الشيخة بس لو تخبريني شو بعد جائزة هويتي يعني هل هناك فعاليات أخرى طبعاً نحن في مركز كولاجد مواهب عندنا الكثير من الفعاليات بيصادف عندنا فعالية في العيد هي بتكون للمرأة والطفل فيها الكثير من الأنشطة وغيرها بيكون عندنا إن شاء الله سمفونية الموسيقى وحفل البالي حلو نحن بنكمل الحوار معاش لكن بناخذ هذا الفاصل القصير بنرجع معاك مرة ثانية مشاهدينينا فاصل أرجع معاك مرة ثانية موسيقى موسيقى عدنا إليكم مجدداً مع ضيفتنا الأستاذ الشيخة السويدي مدير مركز كولاجد للمواهب أستاذ الشيخة بشكل عام يعني لو تحدثين شو هو مركز كولاجد؟ مركز كولاجد المواهب هو مركز تابع لنادي سيدات الشارقة ويعتبر الأول من النوعه في مدينة الشارقة والإمارات هذا المركز يخدم المرأة والطفل في آن واحد نحن مختصين بتنمية مواهب المرأة والطفل بجميع الشتاء الأنواع الإبداعية والفنية فممكن تحصل عندنا اللي هو الفن الموسيقى الطبخ البالي عندنا البوتري اللي هو النحت عندنا اليوغا الصحية للمرأة والحوامل والكثير من الأنشطة اللي هي تكون موسمية هي تكون أنشطة وفعاليات كثيرة وبالضبط المقر وين؟ المقر بنادي سيدات الشارقة ومن هو يقدم هالدورات هل هم من أبناء الإمارات أو عندكم أشخاص تستعينوهم فيهم؟ نحن نستعين بمؤسسات وعدنا اللي هم المدرسات متخصصات من عندنا من اللي هو المركز وطبعاً نتعامل مع مؤسسات ممكن تقدر تقول أنها عالمية ومعترف فيها مثل عندك الرويال أكاديمي للبالي نحن الحمد لله عندنا البالي يعني محترف من الرويال أكاديمي من بريطانيا وغيرها بعد عدنا المؤسسات اللي يعني مثل بريتش كونسل وبشكل عام يعني البرامج هاي على مدار السنة ولا هي موسمينة؟ هي تكون على مدار السنة على مدار السنة وعدكم تعاون مع مراكز أخرى عالمية ولا؟ المركز العالمي الوحيد اللي نحن متعاونين معه اللي هو الرويال أكاديمي وين مقرها بالضبط؟ في بريطانيا في بريطانيا حلو وشو الانشطة الصيفية اللي قدمتوها في هذا الصيف؟ عدنا المخيمات الصيفية طبعا متنوعة عدنا أربع مخيمات اثنين تابعين لمركز كولاج مواهب والباقين تابعين لنادي سيدات الشارقة بس لأفرح أخرى وطبعا نحن نستقبل الأعمار من المخيمات الصيفية من خمس سنوات إلى سبعة عشر سنة وشو البرامج اللي تقدمونها في المخيمات الصيفية؟ برامج متنوعة فيها الرياضة، فيها الموسيقى، فيها الطبخ فيها الكثير من الورش الفنية الإبداعية ترجمة نانسي قنقر